هيفاء البشير من أبرز رائدات العمل التطوعي منذ أكثر من سبعين عاماً أسست جمعية الأسر البيضاء ودار الضيافة للمسنين ومنتدى الرواد الكبار ومن مؤسسات الاتحاد النسائي الأردني صيت الإحنيط الحديد من رائدات العمل الخيري شاركت في تأسيس نادي إحياء التراث الشعبي الأردني وجمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية وجمعية نهضة المرأة الأردنية نوال عبد الرحيم أحمد عجاوي سلوى العاص من أعمدة الأغنية الأردنية المعاصرة وروادها تغنت بالوطن ومنجزاته محمد عواد العبادي من أبرز الممثلين الأردنيين وهو منتج ومخرج ساهم في نشر الدراما الأردنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر